هل تعرف من الذي ينظر إليه زوار موقعك؟ تساعدك خدماتنا لتعقب العين في التعرف على ما يدور في بال المشاهدين وتمكنك من رؤية التصميم من خلال أعينهم هل يلاحظون العناصر الهامة؟ هل التصميم فعال؟ هل المستخدمون يركزون عن المحتوى؟ أم أن هناك ما يشتت انتباههم؟ نستطيع أن نخبرك عن هذا كله وأكثر نرى هنا تفاعل مستخدم مع صفحة الويب حيث تظهر النقاط والحمراء مواقع التركيز بينما توضح الخطوط حركات العيني تبين هذه المعلومات أين يرى المشاهد؟ ما هي المناطق التي تجدب انتباهه؟ والأهم من ذلك ما هي المناطق التي لم تستحوذ عن انتباهه؟ فمتبعة المستخدم خلال استكشافه لموقعك مثيرة للاهتمام لكن سرعة تحرك العين تجعل من الصعوبة قياس ما يراه المستخدم وما يفابوته لذلك ننتج خريطة في نهاية كل جلسة لرؤية أنماط المشاهدة وتوزيع نقاط التركيز على الشاشة حيث تمثل كل نقطة مرقمة النقطة التي ركز فيها المستخدم اهتمامه ويكبر حجم الدائرة مع زيادة التركيز وبمجرد ما ينتهي جميع المستخدمين من هذه العملية نقوم بتحويل النتائج إلى خرائط حرارية تعتبر الخرائط الحرارية الأكثر دلالة من بين جميع نواتج دراسة تعقب العين فبينما توضح خرائط نقاط التركيز الكثير عن السلوك الفردي للمستخدم فالخرائط الحرارية توضح انماط المشاهدة لمجموعة من الأشخاص تستخدم الحرائط الحرارية مخطط متدرج الألوان لإظهار درجات التركيز لمناطق محددة على الشاشة تظهر الألوان الدافئة المناطق التي استحودت على انتباه المشاهدين بينما الألوان الباردة تظهر المناطق التي نظر إليها عدد قليل منهم ولفترات أقل أما المناطق الغير الملونة فلم تجد بانتباه المشاهدين وفي هذا المثال نرى بأن المشاهدين لم ينتبهوا لمنطقة الإعلام في أعلى الصفحة ويفيدنا هذا النوع من المعلومات القيمة في تصميم وتقيم المواقع لمزيد من المعلومات زرونا على موقعنا